اكد سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة ان جائزة سموه للعمل التطوعي تأتي ترجمة لتوجيهات السديدة لجلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه والجهود الوطنية المخلصة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله الهدفة إلى تعزيز قيم التطوع باعتباره أحد الركائز الأساسية لتقدم ونهضة المجتمعات واستذكر سموه ما أولاه صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله من اهتمام بالغ ودعم لمسيرة العمل التطوعي والإنساني وذلك من خلال مبادراته الخيرية والإنسانية الدائمة والتي أتت من منطلق إيمانه بالمسؤولية تجاه الشعوب في مختلف الظروف والمناسبات وما قام به من أدوار عظيمة ومواقف ستظل خالدة في مسيرة مملكة البحرين بشكل خاص والعالم العربي والإسلامي بشكل عام كما أكد سموه على دور الوالد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المتابعة والتشجيع الدائم واهتمامه بالجائزة بكل جوانبها جاء ذلك لدى لإلقاء سموه كلمة في الحفل الذي حضره مع الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية يوم أمس بمناسبة ختام جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي والذي تنظمه جمعية الكلمة الطيبة لتكريم الكوادر العربية العاملة في الصفوف الأمامية بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع وقال سمو الشيخ عيسى بن علي إن تخصيص النسخة الثانية عشرة لتكريم الكوادر العربية العاملة في الصفوف الأمامية للتصدي لجائحة كورونا يأتي عرفانا بعطاءات هذه النخبة المتميزة الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا بكل شجاعة وبسالة متحدين كل المخاطر حتى ينعم المجتمع بالصحة والسلامة في مواجهة أحد أكبر التحديات الصحية التي تواجه العالم أجمع وأشار سموه إلى ما حققته الجائزة على مدار 12 عاما من نجاحات هائلة على المستوى المحلي والخارجي والتي تواصلت الجهود لتطويرها في كل نسخة لتكون محققة للأهداف التي وضعت من أجلها اشتركوا في القناة شخصيات بارزة من الكوادر العربية العاملة في الصفوف الأمامية كانت لهم إسهامات بارزة ومتميزة خلال جائحة كورونا على المستويين المحلي والعربي حصدت جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي وذلك تقديرا لدورهم المجتمعي وعطاءاتهم الإنسانية والخيرية وتميزهم في مجال العمل الخيري والتطوعي في مجتمعاتهم سنة هذه خصصناها لتكريم الناس التي ضحت وقدمت وكانت في واجهة الخطر وقت الأزمة الكبيرة التي صادت العالم كلها فالحمد لله إحنا قدرنا أن نوصل لأهم الشخصيات في الدول العربية وما كان العمل ذي سهل يعني صار واجب علينا أن نبرز هذه الشخصيات برز هذه الشخصيات وتكريمها ما في شك يعطي كل الشباب كل الناس في وطننا العربي وبحرين بشكل خاص يعطيهم الحافظ بأنه ممكن الكل يسوهم والكل يقدم طبعا هذه الجائزة تمثل لنا أهمية كبيرة إنما التطور اللي صار على العمل التطوعي والعمل المؤسسي يختلف من مؤسسة ومن جمعية إلى أخرى كل جمعية متميزة بعمل تطوعي تطلع فيه دائما التكريم هو حافظ ودافع للشباب خاصة للقيام بأعمال تطوعية أعمال في خدمة المجتمع أعمال التي تساعد في تنمية أوطاننا ومجتمعاتنا يأتي تخصيص النسخة الثانية عشرة لتكريم الكوادر المحلية والعربية العاملة في الصفوف الأمامية للتصدي لجائحة كورونا عرفانا بعطاءة هذه النخبة المتميزة وتشجيعهم على العطاء أكثر لمجتمعاتهم العمل التطوعي لدور مهم جدا وهذه الجائزة كرست أن تحفز الناس للعمل التطوعي لأن العمل التطوعي يفيد الناس وكذلك يفيدك أنت على الصعيد الداخلي شجع الناس بخلال هذه الجائزة التي صداها من المستوى المحلي للمستوى الأقليمي وحتى المستوى العالمي إن شاء الله مستقبلا شجع الناس على البذل وشجع الناس على العطاء لأنه يفيد الناس يفيد نفسها في المرتبة الأولى زادت الجهدي الجائزة علينا عبء جديد هو إحساسنا بالمسؤولية أن نكون أهل الثقة التي أولتها لنا جمعية الكلمة الطيبة تحت رعاية الشيخ عيسى بن علي الخليف نشعر بأن هذه فكرة نبيلة موضوع الجائزة وفكرة نيرة لجمع الشباب العربي المبدعين والمتطوعين الذين عملوا عمل تطوع قاس لمجتمعاتهم على البعد الإنساني يعني هذا أنا برأيي مسألة تحفيزية للجائزة بهذا الشكل بهذا الفكر يعطي أمل للشباب العربي بأن هناك من ينظر لهذا العمل بعين واضحة ومحفزة نجاح متواصل تسطره جمعية الكلمة الطيبة من خلال هذه الجائزة التي استطعت منذ انطلاقتها الأولى أن تسلط الضوء على أهمية العمل التطوعي ودوره في الارتقاء بالمجتمعات فضلا عن إن هذه الجائزة باتت مراسا للعملين في هذا المجال للمزيد من العطاء خدمة للإنسانية تعد هذه الجائزة السنوية من أهم الجوائز العربية التي ساهمت في ترسيخ المكانات الرائدة لمملكة البحرين كما نارة للعمل التطوعي والحاضنة الأولى للمتطوعين وأعمالهم المتميزة وفي هذا الموسم تم تكريم الكوادر البحرينية والعربية ممن كان لهم إسهامات بارزة في التخفيف من تبعات وأثار جائحة كورونا على المستوى المحلي والعربي خول للي جرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين